بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الله بالصف الثالث المتوسط نلتق اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب الدراسات الإسلامية والجزء الأول وهو التوحيد ومعنا الوحدة الأولى وبعنوان القضاء والقدر وسننتقل مباشرة إلى الدرس الأول وهو الإيمان بالقدر تعريف القدر القدر هو علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها وكتابه لذلك في اللوح المحفوظ ومشيئته وخلقه لها وجوب الإيمان بالقدر أي الإيمان بالقدر واجب وهو رقم من أركان الإيمان الستة لا يصح إيمان أحد دون أن يؤمن به ومن الأدلة على ذلك قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا أما من الحديث عن عمر بن خطر رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالقدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق مراتب القضاء والقدر للقضاء والقدر أربع مراتب هي المرتبة الأولى العلم ومعناها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم وأنه قد علم بما يكون قبل وقوعه وأنه علم بأعمال الخلق قبل خلقهم والدليل قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما المرتبة الثانية الكتابة ومعناها الإيمان بأن الله سبحانه كتب مقادير كل شيء في اللوحي المحفوظ والدليل قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء نشاط واحد بالرجوع إلى سورة ياسين أستخرج آية تدل على مرتبة الكتابة والآية التي تدل على مرتبة الكتابة في سورة ياسين هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدمه إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم فهذه الآية تدل على أن الله تعالى ذكر مرتبة الكتابة في سورة ياسين المرتبة الثالثة وهي المشيئة ومعناها الإمام بأن جميع ما يجري في هذا الكون واقع بمشيئة الله تعالى والدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق ومعناها الإمام بأن الله تعالى خالق كل شيء ومع ذلك فأفعال العباد كلها خيرها وشرها فلا يقع شيء في هذا الكون إلا والله هو الذي خلقه والدليل على ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء وبهذا نعلم ونؤمن بأن الله سبحانه عالم بما سيعمله العباد قبل أن يخلقهم وأنه كتب عنده وأن أعمال العباد خيرها وشرها مخلوقة واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نشاط إثمان ما أخضأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخضئك فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحة استنتج العلاقة بين الحديث وموضوع الدرس ذكر في هذا الحديث الإيمان بالقدر أو القضاء والقدر وأن كل شيء مكتوب بإذن الله تعالى في قوله لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو قد كتبه الله لك ولم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فهذا دليل على العلاقة بين الحديث والدرس هو دليل على الإيمان بأن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى سواء سواء كان هذا الشيء خيرا أو شرا للعبد فهو مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ متى كتب الله المقادير كتب الله المقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء ننتخل بعد ذلك إلى التخويم ما المراد بالقدر المراد بالقدر هو علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها إذن المراد بالقدر السؤال الأول واحد هنا علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها وكتابته لذلك باللوح المحفوظ وكتابته باللوح المحفوظ وما حكم الإيمان به الحكم الإيمان بالقدر أو بالقضاء والقدر واجب حكمه واجب أو حكم الإيمان به حكم الإيمان واجب والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى إن كل شيء عنده إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم السؤال الثاني ما القواعد التي يقوم عليها الإيمان بالقدر ثلاثة قواعد يقوم عليها الإيمان بالقدر وهي تعظيم الله عز وجل واحد تعظيم تعظيم الله عز وجل وإثنان التسليم المطلق لله عز وجل التسليم المطلق لله عز وجل ثلاثة المشيئة المطلقة لله عز وجل المشيئة المطلقة لله عز وجل أعدد مراتب الإيمان بالقدر مراتب الإيمان بالقدر كما قلنا هي أربعة مراتب المرتبة الأولى العلم العلم المرتبة الثانية الكتابة أن كل شيء كتبه الله عز وجل المرتبة الثالثة المشيئة المرتبة الرابعة المشيئة والخلق الدليل على المرتبة الدليل على المرتبة الثانية عفواً والرابعة الدليل على المرتبة الثانية وهي الكتابة قوله تعالى وَمَا مَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إذن الدليل ما فرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ قوله تعالى ما فرَّطْنَا في الكتاب من شيء وهذا دليل على المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتاب أما المرتبة الرابعة فالدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء مرتبة الخلق الدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء هذا الدليل على مرتبة الخلق هذا دليل عن مرتبة الخلق وهي المرتبة الرابعة والدليل الأول هذا دليل على مرتبة الكتابة أن كل شيء مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ هكذا نكون قد أنهينا الدرس الأول من مادة التوحيد للصف الثالث المتوسط ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني الحذر من الضلال في القدر لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته